السلام عليكم يا أهلين وسهلين حياكم الله يا جماعة الخير في مقطع جديد الوجه هذا وجه شموس والله العظيم يا جماعة الخير 48 ساعة في الشمس أنا أعتذر عن كل شخص صرف سلي في السناب أعتذر عن كل شخص جاني في الوات أعتذر عن كل شخص ما رديت عليه شكلك ما فهمتوا شيء طيب يا جماعة الخير بتخلي يا جماعة الخير 48 ساعة كلها خارج البيت وزيادة على كده 100 كيلو عن بيت وفي ناس مثبتيني في سناب شافوني ما أنزل يمكن لي يومين ما نزلت ولا سنابه وصلهم راسلين يوساما وينك مخي وش صاير ألوه وينك وينك يا ولد وين قمت على النبك يعني على المتابعي كده نزلت سنابه قديمة ونقعدة مني رح تنزلتها من التطبيق ذا حمل عشان ما يبان انها يعني ننزلها من اللول بوم أظرهم عرقين مرة في السنابه وسامة سنابه ذي قديمة سكت ورجعت بعد 48 ساعة للبيت تحدي اليوم يا جماعة الخير رح يكون تحدي مختلف قبلت رايد في معرض الجيمينج تلهي اللي موجود في الرياضي وزاد غيين بله زاد غيين فريقيا ويلاما اللي لم يكن من ياراتي ك دروس نانسي تلو скد غي ياراتي استحيل ايه 5 سلاح والله اتعقدة 5 سلاح أمرن بك أسل بس انت دينين يومين دينون انا ممكن بيع و 3 سلاح فصعب عليك والله بني دين 5 سلاح والله العظيم وعشي يبيني ليه طيب إذنة والله العظيم هي ثلاثين يوم صح؟ والله يلقفلها في خمسة عشر يوم فعلا وقسم لله إن أردنا قفلها في خمسة عشر يوم مرح في الداخل سبع عشرين سلام عليك سبع عشرين الجمفل أبسط وعطي حب سلام كاش كذا قسم بالله لك بإذن الله بعدها قررتني صدق أبدأ بالتحدي بشكل حقيقي التحدي رح يكون كل آتي 22 و 40 ساعة رح تكون خارج البيت بعدها 24 ساعة رح أكون داخل البيت أمنتج فيها وغير ملابسي وأرتاح فيها بعد أني أنا اللي أمنتج مقاطعي وأصلح الصور يحتاج أني أخذ 24 ساعة كل 48 ساعة عمل بعدها أنزل المقطع وعود أطلع 48 ساعة خارج البيت بعد المقصد في تحدي رايد في السلسلة الفاتت يوم يقول يوساما لا تستخدم حسابات السوشال ميديا الناس كثير ما فهمت صح وش معنى رايد في هذا الكلام رايد كان يقصد جماعة خير أني ما أقول ما يدون متابعين أشتروا أو أفتح متجر أكتروني ومتابعين يشترون من هذا هو المقصد والسوشال ميديا أو برامج التوصيل هذه ما تعتبر سوشال ميديا السوشال ميديا يا جماعة خير البرامج اللي فيها تواصل اجتماعي تناهى بيوتيوب والإستجرام برامج هذه قبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي وعزيز المتابع صدق أحتاج اللايك بشكل مرة كبير فلا تردنا أنه نبغى اللايك مرة 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 يهمني والاشتراك فضلا وليس أمرا وإذا أنت شيخ إن ابن شيخ وكريم وولد حلال فجرب الشير وإنشر هذا المقطع عند الكل يبن الحلال ما أبغى أطول عليكم 20 ألف لايك في هذا المقطع نقدر والله أنه نقدر ولا تنسى الاشتراك بقلنا شوي على 250 ألف قل نفرح فيها لاتس جو على المقطع قررت يا جماعة الخير أني أعيش في الشارع وأبتعد عن المكان اللي ساكن فيه مسافة كبيرة عشان أقدر أشتغل ولا أرجع للبي فأتوقع أن هذا هو التحدي الأساسي طيب يا جماعة الخير الحين بدأ التحدي راح أعيش في الشارع وبإذن الله أني قادر أجمع مبلغ 5000 ريال وراح أوريكم الأشياء اللي راح تصير لي من الرحلة العشرة إلى 5000 ريال مثل ما أنتم عارفين في الحلقة اللي فاتت وصلنا ما يقارب 80 ريال فقيلنا 4920 وبدأت الرحلة حنا رايحين عند الأماكن العامة زياد على كذا شرينا موية ومنص وراح نبيع الحبة بريال ها ها تعزبوني نسيت وسائل الدفع وجايب لهم جهاز شبكة يعني ما في أحد يقدر يصرف أظن كم يشترون تعالوا خلق نشوف فينجرب إذا شروا ولو ما شروا الروح مكان داعي يا الله ما أقدر أقل توجه لك كذا بس ايه الشغل يحتاج في موية بريالة جماعة الخير حديث بتجد جميع الموية بعد ذلك المر الموية بالله لا تصرف الان مر الموية بالله بخلي دحن أقل يا صلى الله عليه الموقف هذا خلاني صدقها كنسل بيع الموية وبيني وبينكم استحيت على وجهي من أول شخص قابله يقول لك الكلام هذا فعلى طول كنسلت فكرة بيع الموية وربي عوضني بفكرة أفضل منها طيب يا جماعة الخير والله العظيم استحيت وأنا بيع موية ليس استحيت سعودية كلها أي مكان أي ممشى راح تحصل ماء سبيل قلت لازم أغير فكرة أني أبيع موية وأستبدلها بفكرة ثانية والله والله استحيت مرة استحيت بوريكم الحين راح تكل المماشي اللي موجودة حولنا خلني بوريكم جزئية بس بسيطة بوريكم بس مكان بس حاطين في موية برضو بتوب أن الماء سبيل شوف نفس الموجودة هنا وبرضو نحن نجيب مويتنا ونحطها في ذا المكان هذه يجيبنا الموية الناس اللي فيها الخير يا ولد كثير ما في ممشى مرينة لم إلا في ناس تضطى موية سبيل شوفوا الحين اللي وراي برضو نزل يأخذ موية مدير كيف حال كويس مية مية مدير هنا كل يوم ركب موية سبيل كل يوم يجي ركب موية نفر قبل شوية جا الحمد لله يا حبيبي يلا مع السلامة مع السلامة قيل لكم كل يوم في ناس تضطى موية سبيل داخل الصناديق وهذه نعتبرها صديقة الوجه الله رح ناخد جلسة كذا نشوف قول الأشياء اللي جي فلوس والله ما يدري وش أشياء اللي جي فلوس ولكن رح نشوف بإذن الواحد والأحد نرجع لكم بعد شوي خلنا نروح لجهة ثانية بإذن الله نحصل شيء جيبنا فلوس تطلعنا كذا كذا بإذن الواحد والأحد طيب الحين وصلنا للحراج رح ندور أشياء هنا تنباع ما ندري وش الأشياء الموديدة هنا ولكن رح نحاول ناخد بعض الأغراض ونبيحها في مكان ثاني ولكن المعروف هنا في الحراجة هذا أن فيه أشياء رخيصة مار يعني نقدر نطلع بالسبعين ريال اللي بقت معنا بشي شيين وشاء الله عادل حصل شيء كويس خلنا ندخلوا نشوف سهلين وسهلين سلام عليكم كيف الحال كويس وين هذا مكان موجود بسطات بسطات قدام موجود اشياء كثير هناك قدام يموجود كثير يال حلاء أعطيك العافية حبيب شكرا بروح الآن للبسطات اللي قدام والله الكل يمدح مر كل ما لذة وطعب لا ما لذة وطعب بيأكل ولكن كشي فيها خروح دور بنك ذاب كم شغال؟ يعني نشدري ويصير لتير يعني ما ندري وشغال ولا صح؟ هذا في تونة هذا في كرتونة ولا يشتغل ولا طاقة شم شكرا كان على 17 ريال؟ شكرا أوكي 17 ريال الحب طيب الله يعطيك العافية أخذ شيء أضمن أن يكون شغال عشان ما أطيح في الفخ حربي جماعة الخير في أشياء كثيرة ولكن نبغى نأخذ شيء عشان نقدر نبيع يعني زبون يشتريه ما رح نشتري أي شيء سيكل؟ هل يشتغلينا؟ طيب جماعة الخير شرينا السيكل هذا مثل من أنتم شايفين خذناه من واحد ما يعرفوا الشيء اللي في السياكل الشيء ما فيه ولكن أتذكر أني قد شرت نفس السيكل هذا أو شفت نفس السيكل هذا في السوق الصيني في الإمارة كانوا يبيعونه يعني في الصيني معروف أنه يبيعونه ب600 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 ما ندري كم سعره رح نأخذ هذا السيكل ونعرضه داخل تطبيق شباك وننتظر أي شخص يشتري هذا السيكل قال واضح أنه كويس هذا هو السيكل يا جماعة خير نأخذه الحين السيارة ونوديه معنا البيت واضح واضح أن السيكل شوفهه يعني ضربته الشمس شوي بسمع عليه مشكلته بس إن كفراته من السمه ثنين واضح أنه موقف في الشمس كثير ولكن سيرة أو الأشياء هذي مرة ممتازة والشيء بيمطلع علينا طلع علينا من جول مخزن كان يقولنا سعره 150 فيا الرجال منه ومنه آخر شيء قال آخر شيء 100 ونطلع على السبعيد اللي معلها الباقية فلخير رضا وعطانا إياه ما قسر الله يعطيه العام صليت فيه وريحت فيه ما يقارب نصف ساعة أو خمسين ققيد فراح نطلع المشكلة ما قدر أصور برا بسبب له الله الشمس الشمس موت نشف البطارية إلا أشحنها مية تنزل على طول 40-30 من الشمس حاب أبشر لكم أبشر لكم واضح أني مكلت قسم بالله العظيم لازم أكل حاب أبشركم السيكل من بعد ورح نتقابل اليوم مع الشخص اللي راح يشتريه ورح ناخد منه الفلوس انباع بسعر 350 ريال ظل العظيف أكسب جبار تعوض ضد حقة المويل الحمدلله تعوضت أشياء كثيرة طيب يا جمعة خير رح نساعة ممكن 6 إلى 5 دقائق بشي تواجد الرجال رح نتواصل معه بس أول ما أوصل لأي مكان قريب أي مكان قريب رح تواصل معه على طول خلاص سأعتمد أنه ب350 رح أتصل عليه واشوف شو وضع وين مكانه وسلم السيكل على كده يكون خلصت مهمة السيكل عاد إن شاء الله عاد أنه يطلع لنا مبالغ أكبر من اللازم حرفين يا ساتر كل الناس تشوفني وتطالعين أويلي في واحد قاعد يصورني ولكن إن شاء الله على الأمور زينة هلا 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 يلا شوفك بعد شيء اصل علينا الحين يا الله الجهاز اللي معاي كبير والكل يناظرني الكل الكل يناظرني ما أصدق تروح مكان ما في ناس عشان برضو رح مكان ما في ناس جمعت خير عشان اضغط نجمة لنسبة اللهم يا حي يا قيوم السلام عليكم وعليكم السلام يا أهلا والله يا أهلين وسهلين أنا عارض سيكل للبيع جوا شباك هاي 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 طيب تبيه ولا ما تبيه صامل ولا هش ايه والله بيه أرغان طيب وينك فيه انت؟ أنا والله حاليا راجع دوام طالع من دوام راجع طيب أنا موقع شر قريب مريتي انت وينك فيه وينك فيه انت؟ اوه أنا في العلية اه العلية والله يبعد عني كثير ولكن تبغى خلي مندوب يوصله لك؟ مندوب؟ اي مندوب ياخذ عشرين ريال عبد عبد خلاص تعم؟ وش فيه وش فيه وش مشاكل؟ غير الكفرات بس الكفرات اللي فيه الباقي كله تمام طيب القالة قطع؟ بتلقالة قطع ياب تلقالة حلو عبد خلاص سم يا الشيخ طيب خلاص مافي مشكلة عشرين ريال والسيكل ثلاثمئة وخمسين؟ ابد ابد ما عندك مشكلة حولك ياها ولا تبيها كاش ولا كيف طريقة لا ولا جاء السيكل مع المندوب أرسل مع المندوب ولا كيف؟ لا لا خلها خلها كاش أبغاها كاش أنا خلاص سامح تمام ما عندك كلها خلاص بإذن الله نص ساعة وكن عندك الشيخ ابد ابد أرسل لك الموقع الى تمام تمام طيب جماعة خير خلصنا وقبل ثلاثمئة وخمسين وقلت عشرين وخلي مندوب وأنا اللي رح اوصلهم ورح اعطي مندوب الفلوس فاتقع بطلع لحل بطلع لحين ولكن يبغالي ارجع البيت ااخذ سيارتي واروح لازم اخذ السيارتي والعشرين انذي اوصلها وحط العشرين في السيارة بنزيم اتقع ان اوضع حل من زمان مركب سيارة والله جماعة خير اه شغلت السيارة وهذا اللي حين طالع يبعد عني ما يقارب ستة وعشرين دقيق زادت ثمانية وعشرين دقيق والآن صارت المغرب نصل للمغرب ونطلع لعلها طيب جماعة خير وصلت عند بيتي مو عند بيتها عندي قال لي تعال عند المسجد وهذا حين ننتظر عند المسجد وبط صلى الآن اضغط نجمة اللهم يا حي يا صي سلام عليكم سلام يا هلا حبيبنا المندوب يقول واقف عند المسجد ايه ايه يلا 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 طبي انا قيل انا مندوب لا ادري اني انا محاول يا حبيب الله أخي العافية 370 ريال اين عشرين 50 70 ريال يما صارت غبيب الرياضي ونشوف اش الخطة الثانية ريب يا جماعة الخير هنا خلص تمانية واربعين ساعة عايش في الشارع جمعت مبلغ 370 ريال انتظروني في المقطع الجاي من هذه السلسلة رايز مرسل لي رسالة أمس وقال لي تعالي وهذا أنا وصلت له ونشوف الشيء عندها بسم الله السلام عليكم طيب أشام ركز مين أتحداك تحدي في حلقة من حلقاتك باليوتيوب سويت مقايضة من قلم إلى بي سي هذا شيء عظيم والله عظيم أشكرك على هذا الشيء لكن أتحداك تحدي أقوى من هذا واصعب والله العظيم إن سويته إنك نوقف أصفوك لك والله تحقف بدونها طيب اسمع مين التحدي إنك تبدأ من صفر من الصفر شوف ألا قلوك شيء لا من عشرة عشرة ريال بس أيوة بشهر تخليها خمس سلاحة آلو آلو لا لا تقيق يوم عشرة ريال تكون معاك بس عشرة أيوة بشهر كام تخليها خمس سلاحة بس ما تستخدم سوشال ميديا يومو تعالوا وجملوها ببيع عليكم بيبسي بسرطاز ريال لا ببيع عليكم بيبسي بسرطاز ريال لا لا يشوف كده صاعدة لا معاك عشرة ريال أبيك تخليها خمس سلاحة طيب لو سويتها لك خمس سلاحة ونحتاج ندخل مبلغ أكبر من المبلغ اللي في التحدي بعد قررنا نجيب حالصالة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة